نزائل خير عليكم في حلقة جديدة من برنامج أصل الحكاية كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف هنتكلم النهاردة عن موضوع شفناه كتير الفترة اللي فاتت في السوشيال ميديا وهي الصور والأعمال اللي لقوها في المقابر وكمان موجودة في أراضي زراعية كتير وصور لناس كتير جدا مكتوب عليها مرض فراء يعني حاجات كلها خاصة إنه هو هيئذي الشخص ده فالنهاردة عشان نعرف تفاصيل عن الموضوع ده ونعرف إزاي نتحصن منه ونعرف تفاصيل أكتر هيكون معي دلوقتي فضلت الشيخ حسن الجنيني أهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك الله يحفظك وبرك فيك كنت عايزة أسأل حضرتك بيقولوا على الشخص ده مثلاً الشخص ده مسحور إيه هو السحر؟ بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد للأوسط والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولك السحر طبعاً هو عبارة عن شيء على غير حقيقته يعني حاجة على غير حقيقتها وذلك ربنا سبحانه وتعالى يقولوا سحروا سحروا أعين الناس يعني عشان يقلب الحقيقة من حقيقة إلى خيال إلى وضع غير حقيقي لكن اللي يقول له واحد ده ده مسحور هو مين اللي بيقول له هو ده مسحور؟ يعني مثلاً بيشوفوا على استفاق معينة بيقودة مسحور؟ ما هو للأسف الشديد يجي يقول له فيه أنت بيجي لك صداع ظهرك بيوجعك ركبك بيوجعه يبقى أنت مسحور لو دورنا في الشعب كله حلقي كده يبقى الشعب كله مسحور هي ده القضية اللي لازم ناخد بنا منها أو متعصب مرتب لكن السحر عمره مكان حاجات زي كده السحر شديد حاجة شديدة جداً السحر أشد من المرض السحر يغير من حال الإنسان إلى حال آخر ولذلك سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له جداً من السبع الموبقات جعل منهم بعد الشرك بيلاقي السحر شوفي بعد الشرك بيلاقي السحر لأنه شيء عظيم جداً يؤدي إلى مصائب يؤدي إلى كوارث منهم من يؤدي إلى تفتيت الأسرة وتطليق الزوجة ومنهم من يؤدي إلى مرض ومنهم من يؤدي إلى تخيل أشياء كما حدث لسيدنا موسى عليه وعلى نبينا السلام خيل إليه من سحرهم أنها تسعى تخيالي لما يكون عصى وحبال أنا لما شوفهم ألاقي تعبين مشى والحقيقة أنهم مشتعبين الناس فهمة أنه تحولت العصى فعلاً إلى ثعبان ما حصلش يعني حتى الناس فهمة في قصة سيدنا موسى أن العصى تحولت إلى ثعبان وأن الحبل تحول إلى ثعبان ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وقال وألقي ما في يمينك تلخف ما صنعوا إنما صنعوا إيه كيد ساحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فأي حتى يشوفهم أتعبين تسعى ولذلك العصى بتاعت سيدنا السلامة طب هو سيدنا برضو موسى كان أيضاً سيدنا موسى كان أيضاً هو ساحر حشا لله طبعاً ده نبي من كليم من قول العزم من الرسل ما لإيه؟ هذه معجزة لسيدنا موسى والذلك تحولت فعلاً مع سيدنا موسى تحولت فعلاً العصى إلى ثعبان بس ثعبان تنين كبير جداً أما مع السحرة ما كانش الموضوع كده لا مع السحرة كان خيل سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحرين عظيم عشان كل واحد يشوف يشوف الحاجة على غير طبيعتها ولذلك أقولك على حاجة غريبة بقى جداً كان فيه في بعض البنامج الأجنبية بيجيبوا واحد ويقسموه نصياً والنص ده ماشي الواحده والنص ده ماشي الواحده طب إزاي ده؟ وبعدين يرجعوا يركبوهم أو واحد ييجي يقطع رقابته هو يقطع رقابته ويحطها ويلعب برقابته كده وبتاعه وبعدين يحطها تاني أيها طبعاً كلها ضرب يعني من ضروب السحرة لأن لو الرقبة لو انفصلت عن الجسد مات الإنسان لا يستطيع أبداً أي إنسان أبداً إنه تقطع رقابته وبعد كده يبقى عايش وبعدين نرجعها له تاني الله سبحانه وتعالى يقول إنهم إليها لا يرجعون لا يمكن بعد الموت يعني يحيى تاني وهو في الدنيا أبداً لكن يبعث يوم القيامة آه نعم لكن واحد يشيل رقابته زي البرامج الأجنبية وبيجيب الحاجات دي واحد نص ماشي كده ونص ماشي وراه وواحد شل رقابته فعلاً أنا شفت الحاجات دي فالناس بقى انبهرت جداً إيه اللي بيحصل ده؟ ما هو هذي يعني هذي ضروب السحر والعزو بالله تمام يعني هو برضو السحر يعني بنشوف أنا شفت صور على النات يعني هما واغدين صور من يعني حسابات شخصية لناس ممكن الواحد ياخد صور لأي حد يعمل عليها سحر ويتامل فعلاً؟ هو أصل السحر يعني لازم نفهم من السحر ده مش واحد مؤمن واحد إنسان يعرف ربنا سبحانه وتعالى لا ده السحر ده لابد أن يكفر بالله سبحانه وتعالى تماماً ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآنه في صورة البقرة طبعاً ألف لا تكفر يعني له تعالى فتعلمون من هما ما يفرقون به بأن إن المرء وزوجه وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون إلى آخر الآيات ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وما قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر لأن هذا الأمر سيؤدي الكفر طبعاً وسيدنا النبي بيّن أنه من السبع المبقات توبق صاحبها في نار جهنم طبعاً لأنه لابد أن يتكلم بكلام فيه كفر لأنه يعبد الشيطان كما ذكر الله قال الله تعالى بل كانوا يعبدون الجن طبعاً فالساحر بيعبد الجن من دون الله طبعاً والساحر لابد أن يكفر بالله سبحانه وتعالى حتى يطيع هذا الجن طيب هل ممكن بقى هو حياخد حسنه حساب واحد زي ما حضرتك تفضلتي يعني صورة من على حساب أو صورة من على حساب أو يعمل أي حاجة هو الجن مش حاجة خارقة أو زي ما الناس فهم يعني يستطيع أن يفعل أشياء ولا يستطيع أن يفعل أشياء لأن المؤمن أقوى بكثير من الجن ربنا تعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا ماذا كده؟ صح فهو طبعاً قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوين فالمؤمن أقوى بكثير من الجن الإيمان ودى الشيطان أو الجن إذا قوي الإيمان ضعف الشيطان أما إذا ضعف الإيمان قوي الشيطان وذلك الشيطان يستطيع أن يؤثر على الساحر لأنه خلاص ما هو بيع القضية خلاص ما هو ضع منتهي لكن هل الجن يقدر بقى يسرق الفلوس وجيبها وياخد الحسابات ويصحب الفيزا ويعمل حاجات أولاً لابد أن تكون محدودة جداً جداً لأن وإلا كان الساحر أغنياء العالم أو أسرق ويقدر يعني يأذي مرض يجيب مرض لأنه بنلاقي على الصور مكتوب مرض مثلاً مرض معين السرطان الكلام ده وفعلاً فيه ناس بيحصلها كده فهو إزاي بيقدر يأذي الإنسان ويمرده فعلاً لحد ما يموت مثلاً أولاً ما هو القرآن قال يعني وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يعني ممكن هذا الرجل كان يأتيه نفس المرض وفي نفس الوقت لأنه مكتوب عند الله أزل أنه حيصب هذا المرض لكن الله سبحانه وتعالى عندما أضل هذا الرجل وعامل هذا السحر فكان سبباً زي اللي بيقتل زي اللي بيقتل إنسان هو الإنسان يحيوه ميت حاشاً لله لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه اللحظة لحظة هذا الرجل ولكن على يد هذا المجرم اللي قتله طب لما الموضوع كده بنعاقب ليه القاتل لما الموضوع كده بنعاقب ليه القاتل طالما هو دي كتلحظة هذا الرجل لأنه تدخل في ماذا يعنيه تدخل في حد من حدود الله تدخل في صفة من صفات الله اللي هو يحيي المحي والمميت سبحانه وتعالى فما يصحش لإنسان أبدا أنه يتدخل في حياة إنسان أو في موت إنسان ولا أستطيع أصلا أنه يتدخل في هذا أو ذلك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني لو يعني أطلق عليه الرصاصة حي موت طب هو اللي موته هي دي كانت لحظته لكن ده المجرم ده كان سببا في ذلك ولذلك يعاقب ولذلك والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك القاثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقلت فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحة فأولئك يبدو الله سيأتيم حسنات فهو الساحل يستطيع أنه مثلا يعمل حاجات آموزية بس أنا عايزة أوضح حاجة مهمة جدا لأن الناس دلوقتي كل واحد عينه بتحرأه يقولك أنا مسحور مع مليعمل كل واحد عنده صداع يقولك أنا عندي عمال يا ناس مش كل واحدة تأخرت في الزواج يبقى معمول لها عمال مش كل حاجة يبقى سحره كده السحرة يعني أقل مما يتخيل الإنسان لأن من يستطيع أن يبيع دينه وأن يكفر بالله سبحانه وتعالى وأن يتكلم بطلاصم فيها كلام كفر وعبادة للشياطين يعني تخيل حضرك إما يكون من ضمن الكلام ده يجي يقول إلهنا يعني يا إلهي يعني معبود يا راهية شراهية براهية إذا يقولك لا ده أنا بعبد الله بالسريانية السريانية أنت عرف لغة عربية أصلا عشان يتكلم بالسريانية لا ده هو يعبد الجن والعياذ بالله بل كانوا يعبدون الجن ربنا قال كده أكثرهم بهم مؤمنون فهو يعبد الجن من دون الله حتى يطيعوا هذا الجن طيب هو السحر ده ما بيتئذيش يعني منهم ولا يفضل مكمل كده هو سبحان الله ربنا بيجعل خاتمتهم سودة جدا وسيئة جدا أسوأ خاتمة والعياذ بالله يعني أسوأ خاتمة لأنه عاش على الكفر والعياذ بالله وبعدينه فربنا سبحانه وتعالى يجعل خاتمته يعني خاتمة سيئة جدا يعني لا يخرج من الدنيا إن مات على السحر والعياذ بالله إلا بخاتمة سوء والعياذ بالله يعني كان فيه كتاب اسمه تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان بيبين الناس عند الغسل وعند الموت وعند الحاجات دي وفيه علامات لحسن الخاتمة وعلامات لسوء الخاتمة وكذا روح أي حد يروح يشوف واحد كان معروف عنه بالسحر وسيحر يشوف خاتمة ويشوف وجهه أكيد إزاي الله أكبر والله يمكن يمكن شكل الحيوان والعياذ بالله والله شكله هو عائل يعني بعد حدثك إيه مثلا الواحد عايز يعرف دلوقتي أنا مثلا حيسس إن أنا عندي سحر هو ممكن بنفسه يتأكد إذا هو مسحورة ولا لا أو ما أقول له عمل طب الله يفتح عليك ده سؤال رائع عشان الناس لا تروح لدجالين ولا لمشعوذين ولا حتى لمعالجين بالقرآن يعني القرآن ده نزل لك أنت ولغيرك نزل للأمة كلها ما نزلش لشخص معين عشان حتى يعني إلا إذا كان الرجل ما بيعرفش يقرأ قرآن أو رجل أمي في الحالة دي بيقول لحد يعني إرقيني أو كده ولا بأس بالرقية ما لم يكن فيها شركة يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أباح ذلك والأمر معروف يعني لكن مش كل واحد بقى يجرع على الدجالين أو يجرع على السحرة أو يجرع على المشعوذين أو حتى على المعالجين بالقرآن القرآن دي نزل لنا جميعا طيب أنا شاكك زي ما حضرك بتقولي وعايز أتأكد عندي ولا ما عنديش يعني عايز أعرف عشان بتقولي ما تروحش لحد طيب أنا مش هروح لحد طيب أعرف منين وأنا شاكك طيب يا سيدي إيه اللي طيب أنا مخنوء ما الدنيا كلها مخنوقة طيب أنا مش عارف عنده صداعة مين اللي ما عندهش ببجلوش صداعة طيب هيقعد وقول حاجات 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 وكلها بتبقى مكتوبة في الكتب علامات السحرة علامات واحد اتنين تقولي أه ضهري وركبي وصداع وكان وما طيب أنا عايز أريح دماغي ومش عايز أروح لحد مش عايز أروح لا دجال ولا للساحر ولا معالج بالقرآن ولا لحد طيب أنا يعني هقولك حاجة يعني هدية لبرنامجك يعني إن الإنسان يستطيع أنه يعرف من غير ما يروح لأي حد هيقرأ الآيات دي وانا هقوله يعني ياريت الأخوة المشاهدين لو عادين يكتبوا بس آيات دي وقرأها لو قرأتها تأكد ما عندكش حاجة خالص يعني لو قرأتها تأكد إن ما عندكش حاجة وانا عارف أنك هتقرأها إن شاء الله لأن يعني مش الناس مش مصحورة يعني مش مش الناس عندها جن ومصحورة وكذا لا أبدا طبعا مش بالطريقة اللي الناس بتهولها والله ده ده خلوا كل حاجة وعلى فكرة قبل ما أقول لأي دي يعني حتى الحجبة اللي لقوها في المقابر والحاجات دي حضرتك تكلمت عنها مش معنى إنهم لقوا الحاجات دي بل الحاجات دي أضرت بالناس لا والله وانا بقول لا والله ليه بقى لأنه معظم اللي بكتبوا الحجبة والحاجات دي معظم هم دجالين ليه ما هو لو كان بيعرف حيعمل من غير حجاب من غير حاجة أيها يعني هو مش شرط إنه يستخدم صورة أو يستخدم حاجة ولا شرط ده لو قال اسمه لو لو مثلا قال العزيم عليه وهو أي حاجة هم ليهم طرق كثيرة مش لازم حيكتبوا رأة وروحوا يدفنوها وكلام زي كده وأصلا الحجاب ده أصلا حرام على فكرة يعني حتى اللي ياخد الحجاب بقولك عشان يحفظني يعني اللي ياخد يشيل حجاب وقولك أنا شايله شايل حجاب ليه وقولك عشان يحفظني يا أخي التاق الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الحجاب الورقة دي اللي حتحفظك يقولك ده مكتوب فيها القرآن طب ما أنت معك مصحف كامل ده حتى أنك لو تشيل المصحف من غير ما تقرأ فيه إيه لازمتهم ده من الغرباء في الدنيا الله تعالى يقول وردت للقرآن ترتيله مش شيل المصحف في جيبك أو شيل وراء أحجاب بل اسمعي إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من علق تميمة فلا أتم الله له النبي دعا عليهم ويشفاش ليه لأنه علق قلبه بغير الله ومن تعلق بشيء وكل إليه ليه تعلق قلبك بورقة علق قلبك بالله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم والقبير يبقى ليه أنا أشيل ورقة وعلق قلبي بيها وهي دي اللي حتحفظني بقى هي الورقة اللي حتحفظني برضو لا أكيد الله جل جلاله طيب حضرتك في صورها تظهر على الشاشة ممكن حضرتك تشوفها معينة وتعلق عليها صور لأعمال كلها موجودة يعني مدفونة تقريبا آه دي الحاجات مدفونة يعني تحت الأرض وكده آه تمام يعني كل الحاجات دي وفيه صور مكتوب عليها برضو كلام كل الحاجات دي مثلا مش مؤثرة على الناس يعني مش محتاج صورة أنه يعملها لا هو دايما حد لما حد مثلا بيلاقي ورقة زي كده عنده حتى في البيت يقول لي الورقة دي ايه الورقة ده أنا شفت منه كتير جدا ناس ورهوا لي طيب منه ورقة يعني مش عايزة أقول تسعين في المية كله تخريف كلام فاضي ولا لا يسمن الأغني من جوع ما لوش أي صفة ما لوش أولا يعمل حي كي ناس من الأسوار يعني بتحقوا عليهم وفيه ناس بقى لما تلاقي بقى فيه رموز اللي هي التلاصم دي هي دي بقى اللي بنبدأ نقول يعني ايه معنى الرموز دي أو يعمل مربعات كده ويكتب فيها أو يكتب الأمراض أو مرض أو كده العجيبة أنهم يلبسون الحق بالباطن يعني يجي ايه يقول يروح كاتب جبرايل ميكايل إسرافيل عزرائيل وروح كاتبين على الأربع أركان بتقول ويكتبوا في النص هنا رموز رموز معينة يعني وهذه الرموز وهذه الأشياء ربما إذا كانت تلاصم طبعا بترمز إلى أشياء وبتبقى مفاتيح للجن والعياذ بالله يعني دي الحاجات اللي بتبقى كده طالما حاجات فيها زي علامة الشباك وعلامة النجو والحاجات دي بتلاهم في التلاصم على فكرة يعني لأنهم هما برضو يعني أنا شفت يعني وأرقام كمان وأرقام وحاجات زي كده كل الحاجات دي اللي كتبها ده دليل على جهله ليه دليل على جهله؟ لأنه لايلها من الكتاب يعني معنى كده هو مش عارف هو ده إيه وفيه كتب موجودة وللأسف موجودة في السؤال أنا شفت كتب منها مش عزي نقول أسمعها لحسن ناس تروح تشتريها ويروح كاتب إيه؟ للمحبة بين الزوجين اقرأ ألم نشرح لك صدرك وإقرأ مش عارف إيه وآيات كده وبعد كده يروح ثم أكتب هذا الرمز ويروح كاتب هذا المربع ده أو الحاجة زي كده أقول لك ده 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 يا عم الشيخ إيه اللي فيه ده بقى؟ ده ده عشان مراتي تحبني وأنا أحبها ده إيه الغلط في كده؟ هو كده فيه حاجة حرام؟ ده أنا أحب مراتي ومراتي تحبني أقول له حرام سحر المحبة وجلب الحبيب والكلام الهبة اللي بنشوفه على الشاشات ده حرام؟ حرام بقول حرام حرام ليه؟ لأنك أنت بتغير من طبيعة الإنسان اللي خلقوا عليها يا أخي ليه عايز تغير مني أنا؟ ليه عايز تغير من تفكيري ومن نفسي أنا؟ ليه عايز تخليني تحت سيطرة أخرى؟ طب هو فيه ناس بتجيب الطريقة دي فعلا يعني ويعملوا حاجات دي فيه ناس بتعمل الحاجات دي بس اللي على الساحة بقول لي حضرتك دلوقتي يعني كتير جدا منهم ما يعرفش هو حتى كاتب إيه يعني بيكتبوا حاجات دي والله ما يعرف يعني أنا أذكر من زمان كان واحد جالي من محافظة بعيدة أو يعني وقال لي وأنا معايا خدمة وأنا معايا مش عارف إيه وعمال لي حاسيت من كلامه يعني حاسيت أني دامبراطور بقى الحاجات دي والله العظيم أخسمه بالله وأنا على قبل ما يمشي لأ بعد ما تكلم وتنخش معايا وأنا أخناعته اللي أنت بتقوله ده كله تخريف وده أقوله الدليل على كذا طب لو كان معاك خدمة مش الخدمة دي ده تعمل بها أي حاجة خليه يأزيني أقول لها أنت يا مولاني وأنت مالك أنت أنا بقول لك خليه يأزيني ما يقدرش أيوة ما يقدرش أيوة خلي عندك إيمان بالله وخلي عندك ثقة بالله يعني اعرف أنك مع الله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فلابد أنك تكون قوي مش كل واحد ده أنا خايف ده أنا مش عارف إيه إيه ده ده إيمان خلي إيمانك قوي وما تخافش إلا من الله سبحانه وتعالى قلت له يا عمي خليه والله قبل ما يمشي الراجل ده يقول لي اقر عليه لو يكون فيه حاجة كده ولا لأ اللي جاي يقول لي معايا خدمة ومعايا مش عارف إيه أقول لي أخذ تاقد الله حرام عليه خدمة إيه وبتاع إيه وبعد أن الجنح هيخدمك إنت عشان إيه إن شاء الله يعني الناس بتبدأ تعمل أساطير لأن دي من العلوم الغيبية هذه من العلوم الغيبية فيحطوا على الكلمة مئة كلمة زي الشيطان اللي بيسترق السمع ياخد الكلمة ويحط علىها مئة كلمة يعني ياخد الكلمة ويحط علىها مئة كلمة طيب ليه ليه نحاول نغير حتى موضوع سحر المحبة بنقول ده حرام طب حرام ليه لأنك بتغير من طبيعة الإنسان مالكة جمال وأول ما السحر لو أنا تقربت من الله شوية وبطل السحر حشوفها إرد طب ليه بقى ليه بقى يقول لك أجدده ياخد السحر ممكن يؤدي إلى الموت وبعدين تعمل سحر ليه وهو من السبع المبيقات وهو يوبق صاحبه في نار جهنم وليه تعمل سحره هو بعد الشرك بالله هو حدثك بعده كنت بتقول لنا على أنه هو زي الواحد يعرف أنه هو مسحور ولا لا وقلت لنا هتقول ثلاث قيات عشان هما يتأكدوا أنا اتكلمنا في الحاجات دي عشان يكونوا جاهزوا وراه طب ليه مجاهزوا فهو أكيد يكونوا جاهزوا دلوقتي بعد الكلام ده كله هو هيقرأ الآيات دي ولا يروح لشيخ ولا يروح لساحر ولا يروح لدجال ويروح لمعالج حتى بالقرآن ياخر القرآن ده نزل عشان يعني شفاء للمؤمنين وننزلوا من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فإنت مؤمن والقرآن ده نزل عشان أنت تتعبد به وتعبد الله عز وجل بكلاوته فالآيات دي أنت لو قرأتها أنا بقول لك هو المستحيل يكون عندك حاجة مستحيل مش هقول برضه ليه طيب لا أنا أقوله عشان إيه برضه الناس يعني من باب النفع يعني هو آية حيقرأ الفاتحة عشان برضه ناس يكتب وآية الكرسي سورة يونس من آية 80 إلى 82 سورة طاها من آية 65 إلى 72 سورة الصفات من آية 1 إلى 10 الإخلاص المعوذاتين لو قدرت تقرأ الآيات دي تأكد جيداً ما تروحش لحد أنا اللي بقول لك ما تروحش لحد ما تروحش على مسئوليتي أنا أنا بقول أولاً يعني ما تروحش لأي حد طالما قدرت تقرأ الآيات يعني هو لو قدري يقرأ من غير ما يحايت يعني إيه العراض مثلاً من غير ما يتعب آه الأعراض اللي ممكن يحساها لو هو بلاش حتى لو الشيخ قال له واحد يقرأ قرأني ما تقولهش إيه لو حسيت بكذا وكذا 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 هو أوحال والشيخ أوحال ممكن هيوهم لك اللي ممكن يحصل له الحاجات دي لا مفيش مش هيحصل لك حاجة إن شاء الله لأن السعر مش بالديني يعني والناس السحرة مش شغالين عملين يسحروا في الناس مفيش الكلام ده يا ناس الموضوع الناس اللي عملت له أساطير وعمت عليه أفلام وخصصة عشان هي أمور غيبية لكن انت بخير وانت كويس وانت طالما مؤمن مع الله سبحانه وتعالى يا أخي اسمع إلى الله سبحانه وتعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة تنضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ما تنسى يعني انت بعيد عن الصلاة واحد تقول أنت أعمل شيء وما يمكن يكون معملي وكده أقول له طيب انت بتصلي صراحة لا ما بتقرأش القرآن طبعا لا طبعا طبعا عايزة تبقى كويس إزاي يعني لأن انت مش بتصلي يعني انت نفسك ما بتصلي هتبقى كويس إزاي لكنك انت لو بتصلي وبتقرأ قرآن وكده زي واحد محافظ قرآن بقول أنا حاسي أن أنا معملي حاجة أو أنا عندي ماس تقول يا أخي حرام عليك ده أنت بطلع الجن من أقولك إذا أنت القرآن على لسانك عطو بتحفظ الشباب والأطفال ومحفظ قرآن وعايز حد يقرأ عليك أنت قرآن يا أخي أنت بتقول إيه بس هو في حالة يعني كنت أعرفها يعني هي حفظة القرآن وكانت يعني في مكان يعني المفروض أنه هو يعني مهجور أو كده فحصل الله يعني المفروض أنه هو تمس يعني فهل حافظ القرآن يعني ممكن أنه يتمس يعني أو يعني هو هو الجن ده لو كان كافر يعني هيقعد عايش مع القرآن الكريم وحافظ شغال لنهار القرآن الكريم والجن قاعد يسمع له نعم مستحيل طبعا ده آيات العذاب بس يعني كفاية بس عليه أنه يسمع آيات من آيات العذاب وبعدين فين إذا ذكر اسم الله خنس فين البيت الذي يذكر فيه اسم الله يكسر خيره هو يقل له شره والبيت الذي يذكر فيه اسم الله يكسر الشره هو يقل له خيره فين إن إحنا يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب واحد يعني المال مع الله سبحانه وتعالى بيقرأ كلام الله ويبقى قلبه مطمئن مش هيبقى أبدا مهوم لكن أنا بقول لي بعض الناس اللي زي كده بجد وبأمانة وبصراحة أكيد عنده مشاكل معينة في حياته أكيد عنده أمراض نفسية معينة ابحث عن السبب شوف إيه اللي مدايقك شوف إيه اللي مخليك مش طبيعي شوف إيه اللي محولك أو مغيرك أو مخليك مهموم وزعلان ومكتئب إنت تعرف إنت تعرف ولو فتشت حتلاقي يعني ممكن تكون زوجتك منكد عليك عادي طبيعي ممكن ابنك منكد عليك موارد ممكن إنت نفسك منكد على نفسك بإنك بتحط نفسك فيك أو ممكن ضغوطات مثلا الحياة وضغوط الحياة وحاجات كتيرة جدا بس مش كل واحد يعني مش مبسوط يبقى مسحوري يعني يعني ده كلام طميم إحنا دلوقتي ما أنا مكلمة أم عمارت فضلي وعليكم وعليكم السلام والله يا شيخ أنا حضرتك أول يوم العيد ابني لقيته نام قدامي كده وبعد كده راح نفتح قال لي أنا حلمت أن فيه وطوات جاي وفارب جناحاته بيقول لي آآ أنت المطلوب مش هنسيبك قلت له تعالى أكتب الحلم ده في ورقة وأنا بكتب الحلم لقيت الحلم تكتب لوحدة وإحنا وقفين فبدأت بقى ابني من ساعتها ويكتب حاجات في الأرض وينساعها مين بكتب؟ لا مين اللي كتب لما هو حكالك اللي كان ده في الرؤية؟ هو ما كانش رؤية هو اغمض عينه بس كده وقام منفوض بس ها في الدقيقة واحدة بعدين؟ قال لي وطواب وطواب جي فارب جناحاته وكتب مفيش روف على الجناح الشمال والترجعة بتاعته على الجناح اليمين بيقول لي أنت المطلوب ومش هنسيبك بعدين؟ بعد كده حبلت قتجي تكتب الكلام ده بقى لي بالكاشكول يقيت الكلام كل اللي حكال ابني في المنام مكتوب على الكاشكول من وراء بدأ بقى معانا بحاجات غريبة تحصل عبو الصلاة ابني يمشي ويهن علي من مكان بعيد يقول لي تعالي خديني أنا مشيت لوحدي فدل على كده وديته لكذا واحد قال لي أنك مصفور لدرجة أنه هو بيقفل الكمبيوتر بعنيه وديته لكذا واحد واشتغلت للقرآن وكل حاجة الموضوع يجي شوية دلوقتي حضرتك اللعب اللي في البيت بتتحرك لوحديها لدرجة أن أرجوك يعني حضرتك لو تتبيني رقمك أو تتبيني أعمل إيه دلوقتي ابني أنا إن شاء الله مش هتخلى عنك في الموضوع موضوع غريب كده لكن أنا أصلاً ما بعيدكش من سنين لكن أنا إن شاء الله أنا مش هتخلى عنك أنا عايز بس لو سمحتي خليه يقرأ صورة البقرة بصوت مسموع يقرأ صورة البقرة وحضرتك ما تقوليش القرآن شغال لين هو نفس القرآن هو اللي فيه شفاء ودائماً أنا بقول للناس كده نفس القرآن هو اللي فيه شفاء خليه يقرأ صورة البقرة يقعد كده بس في البيت ويقرأ صورة البقرة زي ما أنا بتكلم كده بصوت مسموع وبعد ما يقرأ صوت البقرة بصوت مسموع خليه يكلمني بس ويقول لي إيه اللي حصل حاجة بعد كده ولا ما حصلش حاجة بعد كده ومبدئيا ممكن يقرأ الأيات اللي أنا قلتها من شوية ملك جاي من السماء بس ما بيتمفيدش ولا أي حاجة بيتكلمنا طبيعي أنا ملك طب يعني أنت ملك إزاي قال أنا ملك جاي عشان أشمي ابنك لأن ستو كان عايزة يأذيه لا ملك فين ده بقى معلش لا أنا ما سمعتش الملك الملك إيه بقى بيقول لي أنا ملك جاي من السماء مين اللي بقول لي يا أستاذة مين اللي بقول لي حضرتك مين اللي بقول لي ابني ابني ابنك بتكلم بلسانه هو بتكلم بلسانه لدرجة أنه بيعرف الحاجات قبل ما تحصل قومي فلان هيخطط فلان هيرن عليكي فضل ستة وعشرين يوم على الموضوع ده من ساعة ما وقع وشاف الوضوط ده في المنام طيب هو قالك هو اللي بيقول بلسانه أنا ملك بلسانه أنا ملك بعيدني ربنا عشان أحمي ابنك لأن في حاجات هنا كتير في البيت بس فضل بقى ابني يعني في حاجات قبل ما تحصل عمره كم سنة ابن حضرتك عمره تلاتاشر سنة تلاتاشر سنة هو بيعد على الكمبيوتر كتير لا هو يعني بيعد الكمبيوتر في الصالة فالحاجات معروفة يعني بيعد عليها لا أنا بس لحضرتك يعني بيعد على الكمبيوتر كتير يعني أيوه أيوه معانا في البيت أيوه تمام تمام اوكي او تاخد رقمي تمام سيبي رقمك في الكنترول وأنا لله سبحانه وتعالى ده موضوعي لله سبحانه وتعالى تمام اوكي شكرا مثلا أنا عايز يعني برضو يعني أصلا الموضوع فيه شوية حاجات أول حكاية بيعرف حاجات حاجات لو مستخدم لو حد بيخبط ممكن تمام لو حد بيخبط ممكن تمام لو في حد عنده جن أو كده حيعرفه السحر ويقولوني ادخل يا فلان عادي أيوه لكن حيعرف حاجة بكرة هتحصل دي مستحيل قل لا يعلم من في السماوات للعرض الغيبة إلا الله الغيب لا يعلم إلا الله الغيب المستقبلي الغيب اللي فات عادي ممكن هو ما أصبحش غيب يعني أو ممكن اللي هو كمان شوية أنا بس مش غيب على غير ممكن هو اللي كمان شوية مثلا كمان فترة مش كبيرة يعني ما هو أصل للأسف بعض الناس اللي بيقروا الفنجان مثلا يجي يقول ده ده انت انت السنة دي حتنجح طب ما هو هي حينجح يا حيسقط يعني ما هو حاجة من اتنين مش في حاجة تالتا أو يجي يقرأ الفنجان معين قراءة الفنجان ده كلام حرام يعني وكلام يعني لا يجوز أبدا يعني فيبدأ يقول حاجات وجايلك مبلغ من المال مش عارف إيه وجايلك طب لما أنت شاطر كده قول جايلك 3000 جنيه اليوم الفلاني عشان أصدقك لكن جايلك ده أنت جايلك فلوس كتير مش عارف إيه كلام كله عام كله كده وبعده ممكن يحصل لأي حد جايلك فلوس ما كل الناس بجي لها فلوس وهالناس خلاص ما عادش ما الناس بجي لها فلوس كنا ففي حاجات وفي موضوع خير أوي جاي اللهم صل على نبي ده أنا شايف فيه إيه إيه التهريك ده يا ناس الغيب إن الله عنده وعلمه الساعة ونزل الغيث وأعلم ما في الأرحمة وما تدري نفسه ماذا تكسبه غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت تمام تبقى وإيه موضوع أنا ملك نزل من السماء ولا ممكن يكون ده خيال أولا مستحيل الملك حييجي من السماء عشان يدخل جسم واحد ويتكلم بلسانه ولذلك الموضوع ده يعني ليس له علاقة بحكاية ملك وبتكلم بلسانه حييجي البعض قولك ما يمكن جني ما يمكن ما يمكن مش موضوع وهو ممكن جني لو كنت أنا مقتنع إن الجني بيدخل جسم الإنسان وبيسيطر عن سن سيطرة كاملة طب هو فيه يعني يعني هو مش فيه رأ فيه ناس بتقول كده لا نفس الإمامة محمد بن حنبل بقول يا ابنه بيسأله بيقول له يا أبي يزعم الناس أن الجني لا يدخل بدن الإنسي ولا يتكلم بلسانه قال كذبوا يا أبني هو ذا يتحدثوا على لسانه بس هذا الرأي أنا أنا مش يعني أنا بعد قراءات طويلة جدا وأبحث إن الجني يدخل جوه الإنسان ويتكلم بلسانه وشوفه بعينه والحاجات دي لا هو القرآن بيّن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس معنى يتخبطه من الشيطان يعني مش في التزان لكن حكاية إنه يدخل يقعد في جسمه وقاعد أكل نام شارب والحاجات دي أنا ما عملت اختبارات عليها كده وشوية دراسات لقيت فيها حاجات يعني نسبة كبيرة جدا جدا نفسية بدليل إن أنا كنت بختبر واحد مثلا وقال له ما تيجي قلتوا معنا ما بقاليكش قالت ما عطش بقاله ما بقاليكش لستوحالته سيئة جدا فالمهم رأى عمال يعمل مش عارف إيه وبتاعه وقولك أنا مش هخرج وأنا مش عارف اسمي إيه والحاجات دي فأنا قلت والله العظيم نختبر فروح تاني إيه ضربه كده وقلت له وقوم بقى خرج اللي بمصري يقولي والله خرج يا ناس يا ناس هو ربنا سبحانه وتعال جعل لنا عقل نفكر بيه يعني جعل لنا عقل نفكر بيه يعني أنا بقول له خرج ويقول لي آه ده هو صيخ خرج هو دي اللي كان دلوقتي عمل مش عارف إيه يعمل إيه ديه ويعمل يا لاش ما بقولش إن حد بيتصعبط لا وبرضه مش بقول حد بتصعبط في بعض الأمور لا ما بتصعبط ما لجيني يا أخي العزيز النفس البشرية دي لا يعلمها إلا الواحد الأحد وممكن الإنسان لو تقمص شيء لو تقمص شيء أو حسب شيء أو حصل فيه هو مش فيه واحد بقول أنا حموت اليوم الفلاني طب ما هو دي علم غيبة هو ما لترسة بتقول لحدش عارف بكرة إيه وفيه ناس ومش حروح بعيد ليه أنا قرأت إن يعني هيسم الله يرحمه يعني إنه قال إن أنا يعني إنه حاسس إنه يموت بدري أو إنه حيموت بدري وحاجة زي كده مع إنه كان راجل في الجيم ومشاه الله ومجسمه وكده يعني يعني فيه حاجة اسمه قانون الجذب فيه حاجة يا ناس ياريت الناس قانون الجذب ده يمكن حضرك قاريته عنه وإن الواحد لو وضع فيه نفسه وضع فيه نفسه حاجة معينة ممكن تتحقق من خلاله من خلاله بالجينات النفس البشرية لا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى لو واحد يعد يقول لك حموت حموت أنا حموت أنا حسن حموت حموت بيموت وزاكس حتى سيدنا النبي لما راح لو واحد يزوره بقول له لبقى استهور إن شاء الله يعني إن شاء الله ربنا يعافيك وكده الرجل رد عليه قال لا يا رسول الله بل هي حموت تفور تسكن للقبور إيه القنوط من رحمة الله ده فالنبي قال له هي كما قلت زي ما انت قلت مش انت مش انت مقتنع كده أنا عندي ظن عبدي بيه فمات الرجل تمام إحنا معنا مكلمة دلوقتي آياد فضلي آلو 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 آياد فضلي آآ معايا ممكن أكلم الشيخ؟ فضلي معايا فضلي آيوة آآ يا عم الشيخ أنا أختي كان كل ما يجي لها عريف البيت بيترش مية البيت ايه؟ البيت بيترش على الحطام مية كتير والمعين بتتطبس بعضها كده يعني زي حاجة بتخطط فيها ومين اللي برش المية؟ ما فيش مش عارفين مين وكل الكلام ده كل ما يجي لها عريف ما يجيش تاني يعني اتكلم وبعدين ما يجيش تاني هي بتصلي؟ آآ بتصلي لي من دول وبتقرأ قرآن؟ لا مش عارفة تقريبا مسترش رون ماشي بس المهم انها بتصلي يعني آآ بتصلي آآ تمام اوكي الشيخ يا ربا لكن ممكن اعرف يعني رش المية ده ايه؟ كل ما عارف تتلم عليها بيترش مية صافي غرقان مية كله مين اللي جاب المية دي؟ مش عارفين وهم عارفين كده ممكن بالليل تلاقي بيترش الواحد من غير ما حد يرش لا انا عايش بس افهم بس المية ديه على الارض ولا على الحطام؟ آآ على الارض ولا على الحطام؟ الحطام من فوق لا لا على الحطام من عند الساعة كده وعالحطو انت نازل كده مية مرشوطة قبل ما يجي العريس ولا بعد ما مشي؟ لا يعني هي البيت قول كان بيترشوا بعد ان الكلام ده هدي خالص ما عادشي ما عادش فيه مش كده؟ آآ مجرد ما عارف تتكلم عليها انه جاي خطوضها يرسع البيت يترش تاني كتير الحد بغرقان مية بس حاليا برضو فيه رش مية؟ آآ حاليا فيه رش والعريس متأخر يعني ما جايش يعني اتكلم وما فيش حاجة حصلت ولقيته المية؟ ولسا المية زي ما هي وما فيش حد رشها خالص؟ لا لا ما فيش اي حد بخش البيت عادي مفهول زي ما هم فيه بالليل ممكن هم عادين ييوف وفاجأي له ورحيت مرشوش مية يمكن الجين ده شغال في وزارة الرية او في البلدية بس هم عموا الشيخ عندهم حجابة واخدينها من الشيخ قبل كده هم عندهم حجابة صح؟ آآ كان فيه الشيخ واخد منهم فلوس كتير عشان عمل لهم فلكون لواحد حجاب ما هو ده الحرام بقى هو ده الحرام يعني ممكن نرميهم مثلا؟ الحاجات دي تخلصوا منها انا حاجابك حاضر حاليا شكرا منكي آآ يعني طالما شوفي لسه كنا بنقول من تعلق بشي ووكل إليه دي كلام سيدنا النبي صح وقال من علق تميمة فلا أتم الله لها يعني هم ممكن تكون دي السبب في اللي بيحصل لها؟ ده يعني مش عايزة يعني أجزب وأقول ده النبي اللي قال من علق تميمة فلا أتم الله لها النبي ده عليه ما يتملوش الموضوع آآ وهي كويس إنها قالت إنها صدقة كده وقالت إن في حجبة كتير وحاجات زي كده هذه الحجبة دي مصيبة يا ناس ما هي دي المصيبة؟ انت بتعلق قلبك بغير الله ليه؟ يعني لز بالإله ولا تلز بسواه ما اللازم الملك الجليل كفاه عليك بالله سبحانه وتعالى والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لكن عندي حجبة وأعمال حاجات زي كده وعايز الأمور تسلك وتمشي إزاي بقى؟ إزاي؟ هو يعني هي اللي حجبة السبب في إن المية تترش وما بتقول كده؟ أهو موضوع المية ده أصل ممكن كل أمي الطريقة حد من البيت بكرها فبيروح راش المية بعد ما ينوم بتحصل قبل دول الحلال بتخبر سبب الحاجة لا ما أبصي موضوع الحاجات الغيبية دي حنحط على الحاجة على عشرين حاجة عشان مش هنلاقي الحاجات دي ليها أساس قوي وبعدين لو شوية تخوا جموا وحرك حلتين شفتوا موجود يا جماعة مش كل الحاجة حنلجأها لحاجات زي كده يعني كان في واحد بقول لك البيت ده بقصة و مش عارف إيه وكده وانتوه خلاص يا عم اجرهولي بنص التمن انا اجره بنص التمن وانا حعيش فيه يا عم عايزي اكتر من كده يعني بقول لي حضيك بيحطه على الكلمة 100 كلمة أو 20 وللأسف الناس الناس ما بتلاقي حاجة أو بداية خيط اهو حاسي من جواه اني فيه حاجة الموضوع بيكبر معاه بقى بيكبر معاه الواد وقعه اهو شفتوا الواد وقعه ده الواد صقت ما انا قلتلكه هو جراله حاجة مش انا قلت بلاش نعلق كل حاجة على الموضوع ده يا ناس لان الله فالله خير نحافظه وهو ارحم الراحمين ولابد ان يكون يقين على الله سبحانه وتعالى اما موضوع ان واحدة مثلا ما بجلهاش اذا كان انت السبب يمكن في الاول قلت هذا كحان بكل انسان هو السبب هو السبب الموضوع الاحجبة دي لازم تتخلص منها تماما تخلص منها لانها حرام لانك حسيت ان الحجاب ده اللي هيحفظك من دون الله ده دي من علق تميمة فقد اشرك طبعا يعني انت جعلت مع الله ندى والعيز بالله احجبت ايه وبتاع ايه الحاجات دي اللي ممكن تنفعني او تضرني او هي اللي تحفظني يعني حاشا لله الله هو الحفيظ سبحانه وتعالى ومن اسمائه الحفيظ ما ينفعش ابدا ان انا علق قلبي بورقة او بحجاب او حاجة زي كده وارجع الموضوع ما تمش طبعا هو النبي اللي قال كده طبعا من علق تميمة فلا تم الله لا تميم معنا دلوقتي مكلمة عمر تفضل عمر تفضل ايه السلام عليكم وعليك السلام عزي حضرتك الشهر الله يحفظك وبرك فيه ايه بقول له حضرتك انا عايز بس اه اعرف قصة الرسول عليه السلام مع السحر يعني السحر او حاجة الله عليك وحضرتك يعني فيه برضو موضوع تاني بالنسبة الولد يعني كان مع اخوه اربعين سنة شراكة كمان اه وبعدين هو يعني يطلب حق قدام الناس واخوه في الاخر قال له ملكش حاجة يعني بعد اربعين سنة نحاول على خطال الله فييجي حضرتك يقول لي قدام الناس انا ليه حق وليه حق وكده ويجي قدام اخوي عيط ويبقى انسان تاني خالص وبعد ما يمشي كده فانا حضرتك بصراحة نلفت يعني على كذا حد وكده فقال لي هو معموله عمل بالسمع والطعب ايه علاقة العمل في الموضوع زي كده هو واكل بيقول ان هو قدام الناس بيقول حقي ومش هارف ايه وبيجي عيط بعدك يعني حاجات ملاش علاقة تقريبا لا دي ملاش علاقة خالص لا الموضوع ده ملاش علاقة بسحر ولا بتاع يعني ايه علاقة السحر بالموضوع ده انت تلف ليه على حد يعني ما تلفش على حد ايه علاقة الموضوع ده بسحر يعني هو ممكن يكون حد تقصد حد عمله سحر يبقى من باب الطواعية وانه هو كده لا 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 دي معاملات دي معاملات دي لابد انت انتاي وتقعد ناس يحكم بينهم هو بقول قدام الناس يقول كلام وقدام هو يقول كلام تاني طيب اللي يفصل في الموضوع حد يقعد ويسمع منه ويسمع من ده طيب وانا وانا من رأيي انتاي المانع اماك تقعد انت وتقول انت ازاي بتقول قدام الناس كذا وازاي بتيجي قدامنا وتقول كذا او قدام حد وتقول كذا لا قول الحقيقة واتكلم وانكلت حق طلبه عشان قبل ان نلقى الله محدش عارف قبل ربنا يمتى لازم يعني نخلص امورنا في الدنيا فالموضوع ده مليوش علاقة ابدا بمواضيع سحر وكده نقطة تانية معلش نعم بالنسبة اللي عاوز احفظ البيت يعني برضو بالنسبة للملح وعاوز احفظ البيت يعني من اي حاجة لا عيون اي شيء ديون عيون لا عيون الناس عيون اه اه اصلا اسمعتها ديون كنت هقولك لو عرفت وصفة قولها لي طيب هو اقول لك حاضر من عيني حاضر طيب هو بالنسبة للبيت معروف الحديث يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسورة البقرة فان اخذها بركة وتركوها حصرة ولا استطيعها البطلة يعني السحرة فالواحد ما يقرأ صورة البقرة في بيته كده وهو يقعد في بيته ان شاء الله البيت يبقى كله نور يعني البيت يبقى كله بركة وخير ونور ولو فيه اي حاجة مش ممكن ابدا حتستمر طيب اقول حضرتك يعني مثلا هو فيه حد ما عمله عمل فعلا ومدفون وهو العمل ده حقيقي هل لازم يلاقي مكان العمل ده عشان يتفك ولا ممكن يتفك وهو مثلا من غير ما يدور عليه الاول قبل ما اجاوب لا حسن ظلم الناس ينعمل اقول كده يعني ما فيش سحر لا انا فهمك لم حضرتك نحي بس تكي اوه وليت المشاهد اكون فاهم يا حضرتك ان السحر ده ما سكر في القرآن محدش يقدر ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين والقى ما في يمينك تلقى في ما صنعه انما صنعه كيد سحر ولا يفلح السحر حيث اتى بس انا بأكد على ايه ولا يفلح السحر حيث اتى يعني انت اذا كان هو لا يفلح فكيف تذهب اليه واذا كان معاك كلام الله اتروح لي لمعالك او راقي الا اذا كنت انت يعني في الاطاق معين مش بالطريقة اللي هي موجودة دي دلوقتي اما بالنسبة لسؤال الاخ السؤال الاولاني ده عايز له حلقة بس انا حاجبوا يعني باختصار عشان لهم موضوع صحة الرسول لانه ده موضوع يعني محضرك سألت سؤال دلوقتي اه عشان قدامنا عشرة دايق بس انا عايزة اسأل حضرتك هو ممكن لو السحر مدفون الشخص عشان يعلق ويعني لازم يلاقيه ولا ممكن لا هو يعني حاجة متنين لو لقى السحر وكان في سحر حقيقي ومدفون فعلا طبعا لابد ان يفسد هذا السحر لانه هو عارف انه عنده سحر بس ما طيب لكن هو لو كان السحر ده يؤثر على الجسد وعلى الروح معا بيؤثر على الانسان فاذا الانسان تحصن بكلام الله سبحانه وتعالى وبدأ يقرأ قرآن ودوم على الطاعات اكيد حيفسد لان الانسان ده عامل زي الاشاعة عايزة رمود كنترول انا بفسد الاشاعة خلاص مفيش استقبال حينتهي حتى لو مدفون حتى لو مدفون يا بطل في مكانه طالما ان الانسان التزم وقرأ قرآن وكده اصل فيه ناس لا يمكن ابدا حيلائي الورقة او السحر اللي مدفون ده ولا بعد مئة سنة مثلا يعني يبقى خلاص حيدان الرجل ده عايش حياته كلها وكده طيب هوا فيه ناس انا بشوف انه هم يعني بيعينهم الموضوع ده مدة سنين في حياتهم ومعرفش هو بينتهي ولا لأ هو ممكن ينتهي ولا ممكن فيه حد يعني والله لو لجأ الى الله سبحانه وتعالى لو لجأ الى الله سبحانه وتعالى فهو الشافي المعافي جل في علا لو قرأ القرآن لو التزم بالصلاوات والتزم بالعبادة وقرأ القرآن الكريم اكيد اكيد مئة بالمئة يشفى باذن الله عز وجل تمام وكان فيه برضو على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت فيه ناس كده يعني سحرة بيطلعوا ان هما مفروض بيتحكموا في قدامهم هما بيقولوا انه مش سحر يعني بس هما مفروض انهما بيستعملوا القرين هو ممكن حد يقدر يتحكم في القرين الشخص اللي قدامه مثلا سحر او كده موضوع القرين ده بقى عمله عليه افلامه اساطير غريبة اقول لك اصل القرين بتاعه ومعرفش هيك ايه اصل القرين بتاعه اصل اللي اخته او اخول اللي من تحت الارض ايه اولا مبدئيا مفيش حاجة اسمه الجن تحت الارض تمام خلينا القرين ملازم الانسان تمام القرين ملازم الانسان طب هو القرين ده له علاقة بالسحر والجن مطلقا وانا بقولها هو على مسؤوليتي وبقولها امام الله سبحانه وتعالى القرين ملوش اي حد يقولك اصل عنده قرين ومش عارف ايه او عتصدق حد يقولك حكاية قرين وعنده مش عارف بس ممكن السحر يقدر يتحكم في قرين اللي قدامه مثلا السحر هتحكم في القرين مش همتحكم في الانسان الاول القرين ما هو نعرف القرين ده ايه واحنا نعرف اذا كان يقدر يتحكم ولا لا اولا بالنسبة لموضوع القرين قال الله تعالى قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد يعني معنى كده أن القرين مهمته ووظيفته الأسسية أن يضل الإنسان أن يضل الإنسان على على عدم الطاعات وعلى الموبقات وعلى الذنوب وعلى المعاصي هي دي مهمته مش مهمته أنه هو يعمله السحر ويعمله ويلبسه جني ومس جني خالص قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين فهو له قرين قرين يعني ملازم ليه ما بيسيبوش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم إلا له قرين قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن الله عانني عليه فأسلم فكل إنسان عنده قرين يبقى كل الناس عندها جن وعندها سحر وكده ما هو دي القضية فموضوع القرين ده موضوع الناس عما يقول لك أصلا قرين ومعرفش إيه قرين يعني هو ما ليش أصلا علاقة يعني قرين وأصلا زعلان وقرينه المفروض القرين يكون مبسوط يعني ده أنا عايز أولع فيه جهاز ده هو اللي بيغوي ده هو اللي بيغوي الإنسان وهو لكده يقول لك إيه أصلا يكون قرينه نعمل له صلحة ونجيب مش عارف ديك ومتاعه يكون مش عارف إيه ويوم سابت وليوم جمعة ونتباحه يعني ناس حرام عليكو حرام عليكو ده كلام نيرضي له أنت بتصالح الجن طبا القرين ده ما هو شيطان أنت بتصالحه بتعمل صلحة للشيطان تتصالح مع الشيطان بشكر حضرتك جدا وللأسف في الوقت خلص استفدت من حضرتك كتير ربنا يا خليل استنونا ستتل جاي إن شاء الله في حلقة جديدة